اشتركوا في القناة النبيل اللي هي قامت من اجله اللي هو مبادئها واهدافها عيش حرية عدالة اجتماعية وده مش هيتحقق غيرا ما تستقر البلاد ويتضح المشهد السياسي ويأتي رئيسا للجمهورية يدعم مطالب واهداف الصور ده اللي انا شايفه حاليا ما بين شد وجذب وما بين توطر وما بين طارة تأخذنا ناحية اليمين وطارة اخرى تأخذنا ناحية اليسار بمعنى الامور تمشي هادية شوية ثم يأتي بعض الحركات والمطالب الفئوية فاذا فيه اضطراب زي ما انتحدك بتشوف احداث عباسية وما قبل وما قبل وما قبل الى انقامة الصور يعني بانا سنة وطلت شهور تقريبا لسا المشهد السياسي لم يستقر دي رؤيتي انا فان شاء الله نتمنى الخير ونتمنى الانتخابات تتم على خير ويستقر المشهد السياسي اصارت بعض الانتقادات الى اداء مجلس الشعب الممثل المصريين ونحن لا نتكلم عن الانتقادات ولكننا نريد يعني ان نتكلم عن ما حققه المجلس من انجازات وان كانت في عيون بعض ضع قليلة الى ان الظروف يعني فحدثنا عن الانجازات بالنسبة المجلس الشعب حضرتك يعني انت حدك عارف ان الاغلبية طبعا في مجلس شعب حزب الحرية والعدالة دي اقوى قوة ثم يليه حزب النور السلفي ثم حزب الوفد اللي انا بقى انتمي اليه ثم باقي الاحزاب الاخرى فحاليا اداء مجلس الشعب حتى الان بيكتهد ولكن لم يتبلور شكله الطبيعي من المشاكل التي تحيق به من جميع الجهات ده احنا حتى بنخش المجلس يعني بان اسبوع بدأت الامور تستقر قبل ذلك كنا بنعاني في دخول المجلس من الاعتصامات والمطالب الفئوية الاخرى فده كان بيعيق عمل المجلس منذ حلف اليمين للأعضاء وبداية من تشكيل اللجان وبداية من لجنة التي عقدت برئاسة السيد وكيل المجلس المهندس اشرف سابت لبحث مطالب وشهداء الثورة قامت على طول تاني يوم وانا عدو في هذه اللجنة لجنة تقصي حقائق قامت على طول احداث بورسعيد ثم توالت الاحداث عاصفة فاصبح النهاردة المجلس بيتفاعل بما يحدث في الشارع الخارجي خارج المجلس الشارع السياسي في مصر من مطالبه بنحاول وان كان المجلس بدأ يحقق بعض القوانين من ضمنها قانون قانون 48 لسنة 78 47 لسنة 78 بشأن العاملين المدنين بالدولة لحد الادنى والحد الاقصى للهجور صدر وفيه تعديل تاني لاحق لي فيه برضو قوانين اخرى بتمس الحياة فيه اتفاقات دولية فيه قانون الشرطة احنا تشغالين دلوقتي في لجنة الدفاع والامن القومي حققنا منه بعض المواد وتنقشت فيه امور كثيرة جدا ولكن اللي كان بيعوق المجلس في اداء ولا اداء واجبه وعمله الاساسي والدستوري هو الرقابة والتشريع الرقابة على اداء الحكومة وتشريع القوانين التي تتواكب ومصلحة الشعب كله فان شاء الله بعد استقرار المشهد السياسي حيبقى فيه اداء اقوى من هذا بكثير ان شاء الله بالنسبة لاداء المرشحين الرئيسيين او بمعنى اصحي رأيكم في المرشحين بدو ذكر اسمائي يعني كمناهج والله انا يعني من وجهة النظر انا يعني اتمنى ان يأتي رئيسا لجمهورية مصر العربية يكون نسبة عينيه او حاطت امامه اهداف ومبادئ الصورة اللي قامت وان بها هذا الشعب النبيل وتحقيق اهدافها ومبادئها لو جاء رئيسا مختلف عن مبادئ واهداف الصورة اعتقد لن تستقر الامور فانا اطلب من رئيس الجمهورية القادم اي مكان هو مين ان يحط نسبة اعينه وذلك لدعم استقرار البلادي حط نسبة اعينه مبادئ واهداف الصورة اللي قامت من اجلها عيش حرية عدالة اجتماعية دي اهم حاجة ويبدأ يشتغل برنامجه على هذا الاساس وان شاء الله يعني باذن الله هم كلهم كويسين وربنا يولي من يصلح باذن الله اخر اخبار لجنة الدفاع والامن القومي وبمعنى صح اخ كراتها يعني احنا اخر حاجة في لجنة الدفاع والامن القومي اخرجنا قانون هيئة الشرطة عدلنا فيه قانون 109 سنة 71 قانون خاص بهيئة الشرطة بعض مواد منه ناقشناها الاسبوع ده وبقية المواد بنقشها اللجنة بتعد فيها بعض التعديلات على بعض المواد اللي رجعها المجلس مبارح للنعرضة وعندنا اجتماع برضو بكرة لاستكمال مناقشات قانون الشرطة دي بالنسبة لجنة الدفاع والامن القومي بخلاف الاحداث الاخرى اللي احنا بننتقل اليها زي اما روحنا عمان قمنا بزيارة لمصابين العباسية في المستشفيات برضو المعتقلين او المساجين المحبوسين فعلى زمة العباسية كان برضو في وفد من لجنة الدفاع والامن القومي راح يشوف ايه الدنيا برضو بنشوف الاحداث اللي موجودة في الشارع من انفلات امنة الحاجات دي كلها احنا بنتبعها الوقائع اللي حصلت في جنوبه في شمال سيناء في لجنة طلعت برضو شافت الدنيا فيها ايه النهاردة كنا بنناقش برضو في احدى شركات الغاز الطبيعة للشركة القبضة للغاز كانت عندها مشكلة لان اسناد المقاولة للاحدى الشركات ومنفزتوش فرئيس الشركة القبضة سحب واسند لشركة اخرى الشركة اللي هي كان مسند لها اليها امش عايزة تطلع وتسيب الموقع عشان الشركة الجديدة تنزل تشتغل فكان فيه نوع من انواع التراخي اللي جموا بسببه تقدموا لجنة الدفاع والامن القومي من مدير الامن واحنا بحسنا الموضوع من الشركة القانوني فوجدنا فيه قاضي الامور الوقتية اصدر امر بحقية الشركة فهم جايين عشان احنا نكلم وزير الداخلية وان ننزل الامن يماشي الشركة دي وتخش الشركة التانية عشان ندخل غاز في المنطقة اللي في الشرقية دي اخر تقيميكم عن وضع المعتقلين احداث العباسية في السجون اه حيث وردت انباء بتعرضوا من التعذيب والضرب على ايد الشرطة العسكرية اه فيه اللجنة اللي راحت بتعد تقريرها النهاردة وحننقشوا ان شاء الله الاسبوع الجاي عن اللي شافوه لو كان هناك ممارسات قمعية او ممارسات تعذيب كل ده بينكتب وبيتعدى فانا مش عايز ازبق وقول غيرا ما تقريري ينكتب ونقرأ كلنا اشتركوا في القناة